من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل نهارده إن شاء الله نهارده هيقام حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة 47 والدورة 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي وده هيكون بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية في حضور الفنان حسين فاهمي ضيف شرف هذه الدورة وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020-2021 والنهارده هيكون معدنا مع مباراة هامة للجمهور المصري واللي هتجمع بين فريق النادي الأهلي المصري قدام فريق الهلال السعودي الساعة 3 العصر في مباراة تحديد المركز الثالث والربع في بطولة كأس العالم للأندية والفوز بالميدالية البرونزية هيتحدد النهارده النهارده هتنطلق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للناشئين تحت 15 و 17 سنة في بورسعيد هيتشارك في البطولة أكتر من 350 لاعب ولعبة من مختلف المحافظات كمان النهارده هتكون فيه فصل للتيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة في مدينة الغداء لصيانة المحاولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة في قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر المناطق اللي هيتم فيها فصل الطيار الكهربائي تأسيم الكوتر وبنك التعمير والمنطقة المحيطة بشركة سويسري وده هيكون من الساعة 9 صبح والغاية الساعة 2 ظهرا